السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بحل أسئلة المراجعة استطلع المعلم آراء طلبته حول أحد أنواع البرامج التلفزيونية المفضلة لديهم وسجل النتائج في جذب الإشارات الآتي إذن معلم قام بجمع المعلومات من خلال طرح سؤال على الطلاب عن نوع البرنامج المفضل لديهم وطبعا حدد لهم شو نوع البرامج المفضلة هل هو ثقافي، رياضي، ترفيه، إخباري وسجل النتائج وحكينا كيف سجل عن طريق جدول الإشارات ونظمها بجدول الإشارات طيب إذن حكينا كل إشارة بتدل على طالب إذن عدد الطلاب اللي بفضلوا الثقافي هاي عبارة عن خمسة إذن عندي خمس إشارات وثلاث ثمان إذن ثمان طلاب بفضلوا البرنامج الثقافي الرياضي عبارة عن خمس واثنين سبع إذن سبع طلاب بفضلوا البرنامج الرياضي أيضا الترفيه عندي خمس وخمسة عشرة و 2 تنين 12 إذا 12 طالب يحبوا البرنامج الترفيه الإخباري 5 و 3 و 8 إذا 8 طلاب يحبوا بفضل البرنامج الإخباري هسه بنجاوب على الأسئلة اللي تحت الجدول 1 ما لبرنامج الذي يفضله أكبر عدد من الطلبة من البرنامج اللي عنده أكثر عدد من الطلب أو أكثر عدد من الإشارات بروح على جدول الإشارات من أكثر برنامج عنده هل هو 8 أثقافي ولا الرياضي 7 ولا الترفيه 12 ولا الاخباري من أكثر إشي إذن هو البرنامج الترفيه ما البرنامج الذي يفضله أقل عدد من الطلبة من البرنامج اللي عنده أقل عدد من الإشارات إذن هو البرنامج الرياضي إذن البرنامج الرياضي هو أقل برنامج بفضل الطلاب ما عدد الطلبة الذين يفضلون البرنامج الثقافي بروح البرنامج الثقافي كم عدد الطلاب حكي أن كل إشارة بالدليل يعطال كم عدد الطلاب إذن ثمانية طلاب ما عدد طلاب الصف حكيت لك لما يعطوا لك عدد طلاب الصف بجمع جميع الإشارات بعطيني عدد طلاب إذن ثمانية زائد سبعة زائد تنوش زائد ثمانية بيعطيني خمسة وثلاثين طالب إذن عدد طلاب الصف خمسة وثلاثين طالب إذن بلش بالسؤال الثاني سألت مربية الصف الطلبة عن النشاط الذي يرغبون في ممارسته فكانت إجاباتهم كما هو موضح جانبا إذن سألت المعلم عن نوع النشاط إذن جمعت المعلومات من خلال طرحة السؤال عن طريق النشاط الذين يرغبون في ممارسته هل هو رياضي هل هو علمي هل هو ثقافي إذن في بعض الطلاب جاوبوا رياضي في منهم علمي منهم ثقافي وهكذا إذن كل طالب فضل نشاط معين طيب هاي جدول الإشارات عندك نظمنا إذن الرياضي حكيت لك كيف نتعلم كيف ننظم جدول الإشارات بروحها الرياضي مثلا الأول إشي رياضي بروح بشطبة وبروح بحط إشارة عند الرياضي علمي بحذفها وبروح بحط إشارة عند العلمي ثقافي بشطبة بروح بروحها طبعا طلع بعد ما أنا عملت هذا الجدول إذن الجدول إشارات إذن عدد الطلاب الذين يفضلونا النشاط الرياضي عددهم أربعة إذن عندي أربع إشارات العلمي كان عندي ثمانية إذن خمسة مع بعض وثلاثة لحل إذن ثمان إشارات الثقافي خمسة مع بعض واثنين سبعة إذن العلمي أربع طلاب الرياضي بفضلوه أربعة العلمي ثمانية والثقافي سبعة أنا بدي أجمع كم عدد الطلاب جميعهم اللي إشاركوا بالسؤال وكانت إجاباتهم كذلك بيكون بجمع جميع البرام أربعة زائد ثمانية زائد سبعة يساوي تسعتاشر طالب إذن نجيب عن الأسئلة التي يليها ما عدد الطلاب في الصف أنا عدته على الجدول حكينا أربعة زائد ثمانية زائد سبعة يساوي تسعتاشر طالب ما نوع النشاط الذي يفضله أقل عدد من الطلبة مين النشاط اللي بيفضله أقل عدد من الطلبة أقل إشارات عندي هو البرنامج أو النشاط الرياضي ما نوع النشاط الذي يفضله أكبر عدد من الطلبة مين البرنامج اللي أكثر عدد من الطلبة العلمي طيب ما نوع النشاط الذي يفضله سبعة من الطلبة بروح بشوف مين اللي عنده سبع إشارات هو الثقافي إذن البرنامج الثقافي هو اللي بفضله سبع من الطلاب وهيك يعطيكم العافية ثالث وإن شاء الله بكرة رح نكمل حلقة سألت المراجعة